لم تكفي العراق النماذج الفاشلة التي تبتدعها الأحزاب والكتل حتى باتت تستورد نماذج أسوأ من حكومة لبنان المرهونة لميليشيا حزب الله الثلث المعطل في البرلمان هو آخر حل وصلت إليه إيران لحل إشكال الأزمة السياسية بين الكتل المتصارعة بعد انتخابات عام 2021 في العراق ومهمة هذا الثلث هو تعطيل أي جلسة برلمانية في حال تتبق قرارات لا تتناسب مع مصالح تحالف الإطار التنسيقي ولعل في ابتكار الثلث المعطل حلا مناسبا للأزمة بين الصدر والإطار التنسيقي فمن جهة لا يتراجع الصدر عن موقفه ويشكل ما سماها حكومة الأغلبية ومن جهة أخرى تكون كتل الإطار التنسيقي مشاركا فاعلا في صنع القرار من ناحية حقها في إبطال أي قانون لا يناسبها من خلال أنها تمثل الثلث المعطل وبناء على ذلك يدخل الطرفان التيار الصدري والإطار التنسيقي في سوق المساومات قبل عرض أي قرار تشريعي على البرلمان وفي هذه اللعبة الجديدة يكون الطرف الخاسر هي الأطراف التي اندرجت تحت عباءة الصدر باسم حكومة الأغلبية الثلث المعطل يعتبر أحدث صيحات الموضة السياسية للمنظومة الحاكمة حيث بدأت بنظام المحاصصة الطائفية الصريح مع هيمنة حزب الدعوة على القرار ومع ظهور معطيات جديدة ابتدعت تحالفات عابرة للطائفية اسميا مع هيمنة الأحزاب التابعة لإيران جوهريا وفي الانتخابات الحالية التي فجرت نزاعا دمويا بين شركاء العملية السياسية ظهر مصطلح الثلث المعطل كل الأساليب في المسار السياسي قد تتغير لكن النهجة الطائفية الفاسد يبقى الثابت الوحيد اشتركوا في القناة